كاري في القاهرة اليوم في إطار جولات الإقليمية لتشكيل تحالف دولي للتصادي لتنظيم داعش سلاح الجو الليبي التابع لقوات اللواء حفتر يشن هجمات على مواقع تابع الأنصار الشريعة بمدينة بنغازي قوات المعرضة السورية تتقدم بالقنيترا وتتراجع بحماء بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد الثانية عشر ظهرا في القاهرة التاسعة في جرينج موعد فانوراما إخبارية جديدة تأتيكم من النيل بدايتها مع عمل نعمات أشكرك إيمان أهلا بكم وهذه هي تفاصيل الأنباء وصل وزير الخارجية الأمريكية جون كاري إلى القاهرة اليوم قادما من تركيا في زيارة تستارق يومين يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة ولمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك تأتي زيارة كاري إلى مصر ضمن جولته الشرق أوسطية في إطار جهود بلاده لتشكيل تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش ومن المقارر أن يلتقي وزير الخارجية سامح شوكري نظيره الأمريكي جون كاري كما يلتقي أمينة عام جامعة الدول العربية دكتور نبيل العربي مع الوزير الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأسازة دكتور سعيد اللويندي خبير العلاقات الدولية بالأهرام دكتور سعيد بعد تحية كيف تتابع جولة كاري الشرق أوسطية في إطار جهود أمريكا لتشكيل تحالف دولي لمحاربة داعش بالفعل هذه الزيارة مهمة جدا لأعتبار أن أمريكا تبدي اهتماما من المنطقة لكنها تأتي في إطار بعد قمة جدة التي حاول فيها كاري إخناع دول الخليج بالذات لعمل دخول ضمن التعالف الدولي ضد داعش على أية حالي هو يريد بشكل أو بآخر توريط مصر وأنا أعني كلمة توريط ولكن مصر ترفض بشكل أو بآخر أن تتورد أو ظهرت جيشها في محاربة داعش نحن ضد العنف وضد داعش وضد الإرهاب وضد كل ما يتم بإسم الإسلام والإسلام منه بريء تماما لكنهم يودون في شكل أو بآخر أن يحققوا معادلة شهيرة جدا المعروفة عن أمريكا منذ الحرب العالم الثانية وهي أن أمريكا تريد دولا تحارب بالنيابة عنها نحن نرفض أن نحارب بالنيابة عن هذا أو ذلك مدام الداعش لن تجرؤ هذا وكرر ما قاله مسؤول الانتبار في الدولة المصرية أنها لن تجرؤ الدخول ضد الحدود المصرية على إدحان نحن نرفض وهناك من يقول أن مصر حضرت هذا الموضوع ورماما دكتور سعيد هذا ما أكد عليه بشكل كبير وزير الخارجية المصري سامح شكري عندما قال أنه لا مجال أن تحارب مصر داعش أو أن تحشد مواردها لمحاربة داعش وفي المقابل هناك دول رفضت أن تقدم يد العون والمساعدة لمصر في مواجهة سيها للتنظيمات الإرهابية المختلفة هذا صحيح بالفعل لكن كيري في الواقع يريد إخناع مصر بشكل آخر وإخناع أمين عامل في الجماعة العربية والأكبار المسؤولين المصريين لكن مصر ترفض رفضا قاطعا لأنه يكون هناك دم عربي وإسلامي مسال بسبب قذية مصرية على الإصلاح فقط أمريكا مولا بأن يكون هذه الدول تحارب بالنياة بتاعنا وتظل هي بعيدة لكن هذا لن يعنز لأن داعش صناعة أمريكية كما كانت في القاعدة صناعة أمريكية ونحن ننفض أن نكون ترس في الآلة الكبيرة التي تم الاستعمار الأمريكي أشكرك جزيل الشكر دكتور سعيد لويندي خبير العلاقات الدولية بالأهرام شكرا جزيلا لك أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تخوض حربا ضد تنظيم داعش حاسما بذلك الجدل حول توصيث الاستراتيجية التي أعلنها رئيس باراك أوباما للقضاء على التنظيم المتطرف وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية خلال مؤتمر الصحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية في حرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية تماما كما هي في حرب ضد تنظيم القاعدة وحلفائها في العالم وأوضح البيت الأبيض مجددا أن استراتيجية أوباما تعتمد على توسيع نتاق ضربات جوية في العراق ضد تنظيم داعش وكذلك درس تحرق جديد ضد تنظيم في سوريا تعهد رئيس الفرنسي فرنسوا أولوند بزيادة المساعدات العسكرية الفرنسية للعراق وسط تكتيف الجهود الدولية لمحاربة تنظيم داعش جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترق عقدة بين أولوند ورئيس إقليم كردستان العراق مسؤولة أولوند لأربيل عاصمة الإقليم حيث أعلن استعداد بلاده لإستخدام مقاتلتها في العراق إذا اقتدت الضرورة إلى ذلك من أجل قضاء على تنظيم داعش وقال أولوند إن بلاده ستواصل بتنصيق مع شرقائها الأوروبيين تقديم المساعدات اللاجئين عن طريق إقامة جسر لنقل المساعدات الإنسانية أعلنت القوات الحكومية السورية سيطرتها على بلدة حلفايا شمال غربي حماب في وقت سيطرت فيه قوات المعارضة المسلحة على أحياء في مدينة القناطرة جنوبي البلاد يأتي هذا بينما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المعارضة والقوات الحكومية في ريف درع في غضون ذلك أفاد لإتلاف السوري المعارض بمقتل سبعين شخصا وإصابة نحو مئتين آخران في سلسلة من الغارات الجوية على بلدة دوما في ريف دمشق على مدار الأيام الماضية أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي محمد حجازي أن قاعدة بينين الجوية ومنطقة جسر سيدي فرق في مدينة بنغازي أصبحت تحت سيطرة قوات الجيش الليبية وذلك عقب قصف الطيران الحربي الليبي لعدة مواقع تابعة لجماعة أنصار الشريعة من جانبه دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا اليوم في ختم زياراته إلى ليبيا دعا إلى وقف فوري وشامل إطلاق النار مشيرا لأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء الأزمة في ليبيا خطوات نحو الديمقراطية رغم الفوضى التي تكتاح البلاد مع استمرار القتال وانعدام سلطة القانون التي دفعت معظم الدول الغربية والأمم المتحدة لإغلاق بعثتها الدبلوماسية في ليبيا لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي تأمل أن تجري استفتاء على دستور جديد في ديسمبر القادم دون أن يعوقها الاقتتال على الأرض الذي أكبر البرلمان المنتخب على الانعقاد في بلدة البيضاء الشرقية على بعد مئات الكيلومترات من العاصمة وفي المقابل تظهر المئات في عادة مدن ليبيا رافضا لقرارات مجلس النواب وذلك بمدينة طبرق تنديدا بالتدخل الأمم المتحدة الذي استهدف العاصمة ترابلوس ورغم عجز الحكومة المركزية عن السيطرة على الميليشيات المسلحة يؤكد رئيس الوزراء عبدالله الثاني أن الوضع في ليبيا معقد لكنه لن يستمر مؤكدا أن الجيش الليبي سيستعيد السيطرة على ترابلوس التي اعتبرها مختطفة من قبل مسلحي فاجر ليبيا الوضع في ترابلوس عكس على مدينة بني غازي والتي باتت تحت سيطرة جماعة أنصار الشريعة بعد أن هاجم مسلحون مقر الدفاع المدني إلا أن الجيش الليبي بمساعدة قوات القبائل وألوية رشفان الليبية أعلن السعادة السيطرة على قاعدة بنينة الجوية ومنطقة جسر سيدي فرق في مدينة بني غازي بعد اشتباكات استمرت أسبوعين مع قوات عمليات فاجر ليبيا أصفرت عن مقتل وإصابة العديد من الطرفين وتزامنا مع الاشتباكات على الأرض وجهت عمليات ثوار ليبيا ما وصفته بالنداء الأخير لسكان مدينة بني غازي لإخلاء منازلهم تمهيدا لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة بني غازي وذلك غدت قصف الطيران الحربي الليبي لعدة مواقع تابعة لجماعة أنصار الشريعة في منطقة قنقودة ببني غازي كانت تستخدم كمخازن للأثلحة والزخائر ومع مساعي لأمم المتحدة لتقلص الخلافات بين الفصائل المتحاربة إلا أنها أكدت على دعم البرلمان الجديد المنبثقة عن انتخابات يونيو الماضي كممثل شرعي ووحيد للشعب الليبي لابد من التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار فالجميع موافق على أن وجود حكومتين وبرلمانين أمر ليس ممكن ونسعى لأن يكون لدينا برلمان شرعي يعترف به الجميع فالحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحوار وفيما يسود الغمود الشديد الأوضاع السياسية مع برلمانيين وحكومتين متنافستين يأمل الليبيون والقوى العزمى أن يساعد دستور على رأب بعض الصدع الذي يقسم البلاد على أسس قبلية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على الإطاحة بمعامر القذافي تفقد وزير الداخلية لواء محمد إبراهيم الأوضاع الأمنية بمحافظة الإسكندرية في جولة مفاجئة شملت الدوريات والأكمل الأمنية الثابتة والمتحركة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوية وذلك الوقوف على مدى جهزية القوات واستعدادها للتعامل الفوري مع الخارجين عن القانون ومن المقرر أن يكتمع إبراهيم مع عدد من قيادات وضباط مدرية أمن الإسكندرية لاستعراض تحاديات التي تواجه شرطة حالياً والوقوف على أولويات العمل بالوزارة بالمرحلة المقبلة أعلن المتحدث العسكرية العميد محمد سمير استشهد مجند وإصابة ثلاثة آخرين إثر تعرض كمين للشرطة المدنية مدعوم بعناصر من القوات المسلحة بمدخل طريق القاهرة السويس لهجوم إرهابي من قبل مسلحين مجهولين وأضف المتحدث أنه بعد تبادل كثيف لإطلاق نيران نجحت قوات الكمين في صد الهجوم وجاري ملاحقة العناصر الإرهابية كان أحد الجنود استشهد في إطلاق نيران من قبل مسلحين بحي الظهور بالعريش بالأمس عندما استهدفوا أفراد أمن ما أدى إلى استشهاد أحدهم ودعى أيمن فرحان إثر إصابته بطلق ناري في رأسه قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند إن الإرهاب لن يتني القضاء عن أداء عملهم جاء ذلك خلال أعمال الجماعية العمومية غير العادية لقضاة مصر نظر في مواجهة التصعيد الإرهابية ضد القضاء وذويهم إذا كانوا قد عملوا إلى ذلك لإرهابنا أو إسكابنا فقد طلقواهم وهم أهل الله وهيهات هيهات أن يؤثر باستهادة علينا الإرهاب عدو للإسلام والبشرية والحضارة والنماء بهذه الكلمات بدأ المستشار أحمد الزند الجمعية العمومية طارئة بنادي القضاء والتي عقدت للرد على الحادث الإرهابي الذي تعرض له نجل المستشار محمود المرلي عضو محكمة جنايات القاهرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيف ماذا تنتظر يا سيادة الرئيس لكي تسقط عن هؤلاء الخوانة الجنسية المصرية وكانوا هم بيحربونا بسلاح وإحنا برضو هنقوم بسلاح أخوة هو الألم الرصاص اللي بيكتب الحكم لما يرضي الله سبحانه وتعالى ونجي رسالة ونقولها مهارة إن احنا مكملين بنفس الرسالة إحنا بنؤازر زمننا المستشار محمود المرلي في الحادث الأليم الذي تعرض له نجهودها وبنضع استراتيجية بيننا وبين الشرطة والقوات المسلحة والقضاء الوضع استراتيجية أمنية تحقق الأمن والأمام ليش نجهودها بس لكن الشعب ما سهل القضاء أكدوا أن الحادث الأخير لن يثنيهم عن أدائي رسالتهم ما نملكه هو الإنجاز أن ننجز هذه القضايا المنظورة أمام الدوائر الجنائية حتى تصدر الإحكام الرادعة وفقا للقانون وصحيح القانون وبما يمليه عليه دمائر القضاء لتكون الأحكام الرادعة ردعاً وجزاءاً لما يقترفه لما تقترفه هذه الجماعة الإرهابية الأرض ليس بيخاف والأرض ليخافش إلا من ربنا بس لا بيهمه إرهاب ولا بيهمه أي حاجة وإحنا مستمرين في عملنا وحنشتغل وحنحكم بما يرضي الله طلع عمرنا كثيراً المستشار أحمد الزند طالب بإقالة موظف المحاكم والنيابات الذين تم تعينهم في عهد الإخوان كما طالب بتخصيص حراسة دائمة للقضاء خاصة أولئك الذين ينظرون قضايا الإرهاب وصاصات الغدر لم تكن موجهة إلى ابن المستشار ولكنها موجهة إلى منصة القضاء ولكن قضاة مصر يقولون واهم من يتصور أنه سوف يرهب القضاء الشامخة ولن يفت من العقاب أي مجرم يهدد أمنى وسلامة الوطن من داخل نادي القضاء بسم الشاعر أنيل تستأنف محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم جلسة محاكمة المستشار محمود الخضيري فإز اللجنة التشرعية بمجلس شعب المنحل والقيدي الإخواني محمد البلتاجي وصفوة حجازي وآخرين من قيادات الإخوان وذلك بتهمة احتجاز محامي وتعذيبه وسعقه بالكهرباء وهدك أرضه داخل مقر إحدى شركات أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر لطيران الطيار سامح الحفني أن الشركة ستقوم هذا العام بتشغيل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة خلال موسم حج هذا العام من أربعة مطارات مصرية وذلك تأثيرا على الحجاج المصريين أضاف الحفني أن رحلات الصفر ستستمر حتى يوم الحالية بينما تبدأ رحلات العودة يوم الثامن من أكتوبر تستمر رحلات العودة حتى يوم السابع والعشرين من أكتوبر القادم بوصول آخر رحلة حج إلى أرض الوطن بدأ مراث شراء الأدوات المدرسية مع نهاية الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد حيث يفاجئ الأبناء أبأهم كل عام بقوائم الأدوات المدرسية والتي تتعدد أنواعها وأصعارها وعادة ما تبدأ أولى جولات العائلة بمكتبات الفجالة التي يترددون عليها لشراء المشتلزمات الدراسية بهدف الاستفادة من فرق الأسعار الناتج عن المنافسة بين مختلف المكتبات للبيع بأسعار معتدلة مع اقتراب بداية العام الدراسي تستعد الأسر المصرية لشراء الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها فعادة ما تذهب الأسر المصرية إلى أسواق الجملة أملاً في توفير بعض الجنيهات لكن هل أسعار الأدوات المدرسية اختلفت عن العام السابق عند تجار الجملة؟ والأسعار عادي هي هيئة زي كل سنة ويمكن رفعت بس 5% اللي هيئة علشان بس اللي هي الضرائب وكلامين ده بس السنة دي أعنى من السنة الفاتت بكتير فإحنا يعني إحنا يعني حوالي بتحوالي 30-40% بالنسبة للأدوات وبالنسبة للكاشكيل وكاريس وبالنسبة للكاشكيل وكاريس حددك عشان خاطر الحاجات اللي زيت اللي هي البنزيم والسولار والحاجات دي بتزيد عن المنتجات الورائية بتزيد سولارو وزودت بنزين طالما الدخل بتاع الموظف سابت بيتأثر بيه مشترياته في الأماكن التانية عدوات مكتبية إحنا حسنا بها لأن القطاع بتاع السولارو كان ده كله زاد مدى المكان بيجي ياخد بـ 100 جنيه لابنه بيجي ياخد بـ 50 لكن العام الحالي جاء ومعه بعض ارتفاع الأسعار في وجهة نظر البعض عن سابقي وبعضهم جاءت آراءهم عن أسعار الأدوات المدرسية في متناول الجميع نظرا لاختلاف الخامات كل حاجة غالية كل حاجة والسنة دي كل حاجة غالية خطة وسطة زي السنة الفاتنة زادتش كتير وكل حاجة متوفرة وزي الفن فاع البنزين وارتفاع المواصلات وبنان عذاك برتبع أسعار النقل لازم تلتيق السعر مرتبع يعني انت لما تجي تبص النهاردة الجمعة وشهر تسعة تلتيق الشارع فاضي جدا ويأتي العام الدراسي كل عام وتبدأ الأسرة المصرية في شد الرحال إلى الأسواق لتجهيز الأبناء من كل ما يلزم من أدوات مكتبية وكراسات وأقلام آملين في مستقبل أفضل لأبنائهم رمضان المطعاني النيل أكد مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة تعثر المفاوضات بين السلطات اليمنية والحوثيين حيث لم يتمكن أطرفان من التواصل الاتفاق النهائي بشأن القضايا المطروحة لحل الأزمة الراغنة واتفقت طرفان على عقد جولة مباحثات جديدة برعاية مباشرة من جانب جمال بن عمر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوته الخاص إلى اليمن في غضون يومين كان فريقات تفاوض قد فشلا في تواصل إلى أي اتفاق بشأن تسمية رئيس الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزرية بالإضافة إلى الإعلان عن خفض جديد لأسعار الوقود معي للمتابعة من العاصمة اليمنية صنعاء جمال الأشوى المرسل النيل جمال كيف هو الوضع لديك الآن بعد تعثر المفاوضات بين السلطات اليمنية والحوثيين نعم هناك بالفعل بعض التعثر في هذه المفاوضات لكن لا يوجد أي إعلان رسمي حتى اللحظة سواء من قبل الحسيين أو من قبل السلطة اليمنية لأن المفاوضات قد تعثرت هناك بعض النقاط تم الاتفاق عليها بين اللجنة الربائية كان هناك بالأمس اجتماع في منزل الدكتور عبدالسليم الأرياني مستشار الرئيس هادي للشؤون السياسية واستمر حتى متأخر من الليل بحضور من دوبة سيد جمال بن عمر لكن هناك بعض الخلافات لم يتم الاتفاق عليها لكن لم يعلن رسميا انتهاء المفاوضات هناك جولة جديدة ربما تبدأ مساء اليوم في المفاوضات برعاية جمال بن عمر يؤمن الكثير عن تنجح هذه المفاوضات لأن الوضع متوتر جدا على الأرض هناك المعتصمون بدون التصعيد قوات الجيش والأمر على أغبة الاستعداد لمواجهة أي تصعيد لذلك الشارع الجمني يؤمن أن تنجح مثل هذه المفاوضات لحل الأزمة الراهنة في الطرق السلمية وتجنيب البلاد الاندلاف إلى مرضى العنق نعم لكن ما يتواتر من أنباء حول الإعلان عن تغفيد الأسعار الوقود هل هو كافي بتهدئة غضب على الأقل المعتصمين في الشوارع نعم بالنسبة للمعتصمين في الشوارع ما جاء به قيادة الحوثيين هما سيرضحون له سواء حتى كان هناك تخفير في أسعال النفط أو لا ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الربائية مخولة من الرئيس هادي ومخولة من زعيم الحوثيين وبالتالي أي تفاق تتوصي إلى هذه اللجنة لا شك أنه سيهدأ الشارع المهم أن يوقع على هذا الاتفاق قيادة أنصار الله تعالى يسمى أنفسهم هو الحوثيين فإذا تم التوقيع فإن شارع سيهدأ لكن إذا لم يتم التوقيع على أنت هذا الاتفاق بالتأكيد الأمور إلى تصديد واضح خلال الأيام القادمة نعم أشكرك جزيلا من صرعاء جمال الأشوال مشروتنا متواصلة معكم نتابع فيها بعد الفاصل كييف تتهم موسكو بمحاولة الاستحواذ على أراضيها لأحياء الاتحاد السوفيتي السابق ترجمة نانسي قنقر كريف القاهرة اليوم في إطار جولته الإقليمية لتشكيل تحالف دولي للتصدي لتنظيم داعش موسيقى سلاح الجوليبي تابع لقوات الواء حفتر يشنو هجمات على مواقع تابعة لأنصار الشريع بمدينة بنيغاس موسيقى قوات المعارضة السورية تتقدم بالقنيطرة وتتراجع بحما بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد والآن نتحارف مشاهدينا لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال مع زميلة مندى العاضي لكي مندى الزميلات إيمان وأمل شكراً لكما وأهلاً بكم مشاهدينا في وقفتنا الاقتصادي وفيه وزير المالية يعلن ارتفاع معادل النمو إلى 3.5 من 10% خلال ربع الرابع من العام المالي الماضي موسيقى قال وزير المالية هني قادري أن مصر تجوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت بالاقتصاد القومي وذلك بعد ارتفاع معادل النمو إلى 3.5% خلال ربع الرابع من العام المالي الماضي مقابل 1% فقط في ربع الأول وأضاف قادري أن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضاً معشرات سوق المال التي ارتفعت بالنسبة 40% في عام واحد حيث قفز رأس المال السوقين الأوراق المالية المقايدة بالبرصة من 357 مليار جنيه في يوليو من عام 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي وأشار الوزير إلى أن اقتصاد المصر ما زال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 10 إلى 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات النمو الخاصة به إلى 5% أو 6% كما أعلن وزير المالية قادري عن الانتهاء من إعداء جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافعة الذي ياتي ضمن جهود إصلاح مناخ الاستثمار وقال قادري أن أهم ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأس مالياً نقداً ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الإنتاج بدلاً من استردادها خصماً من الضريبة المستحقة على المبيعات محلياً وأضاف قادري أن يتضمن أيضاً وضع النظام الخاص لمعاملة منشأة صغيرة والمتوسطة ضريبية ويكون بصورة بسيطة للغاية يتم فيه دمج ضريبة المبيعات والدخل في آلية واحدة وبأقل عبء إداري على المنشأة أو الإدارة الضريبية أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة عن توفير 82 871 فرصة عمل جديدة مطروحة بالوزارة للشباب للعمل في 466 منشأة بالقطاع الخاص وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة نهد عشري إن فرص العمل المتوفرة في 21 محافظة للعمل في 26 مهنة لجميع المؤهلات وأيضاً بدون مؤهلات يلتقي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري دكتور أشرف العرب اليوم مع أنياس شومع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية بإفريقيا ويبحث الجانبان خلال اللقاء سياسة دعم تشغيل في مصر وإمكانية دعم المنظمة خطط مصر لتعزيز قدرات منظومة العمل بها يلتقي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يلقي رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب كلمة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربي غدا الأحد ويشارك في أعمال الدورة وفود يمثلون 21 دولة عربية و22 وفدا يمثلون منظمات عربية ودولية لمناقشة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي بحث وزير الصناعة والتجارة مونير فخر عبد النور الذي يزور موسكو بحث مع وزير الزراع الروسي نيكولاي فودروف أفق تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتجارية بين مصر وروسيا وأكد عبد النور أثناء المباحثات أن قطاع التصدير المصري مؤهل ولديه كافة الإمكانيات اللازمة لزيادة وتنويع الصادرات إلى روسيا لافتا إلى أهمية التنصيق والتعاون بين جهات الحجر الزراعي بالبلدين لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية من جانبه أكد وزير الزراع الروسي ترحيب بلاده الكامل بالمنتجة المصرية حيث يتمتع المنتج المصري باسمعة طيبة داخل السوق الروسية هددت روسيا بالرد على العقوبات الأمريكية والأوروبية التي طالت مؤسسات اقتصادية عدة في روسيا من جانبه اتهم الرئيس الروسي فلادمير بوتين الولايات المتحدة باستخدام أزمة أوكرينيا الزريعة لإنعاش حلف شمال الأطلسي كأداة سياسية معتبر أن العقوبات غير فاعلة ما زالت حرب العقوبات المتبادلة مشتعلة بين الدب الروسي من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية وما يعتبره الغرب تدخلا من قبل موسكو لدعم الحركات الانفصالية المسلحة آخر هذه العقوبات جاء من الولايات المتحدة التي أوقفت أي تمويلات أمريكية تزيد مدتها عن 90 يوما عن أكبر مصرف في روسيا وهو بنك سبير بنك وشركة الصناعات التكنولوجية الحكومية روستيك والفرع النفطي لعملاق الغاز غاز بروم غاز بروم نفط الرئيس الروسي بوتين وبلاده موضوعان تحت ضغط الآن ونحن نرى هذا بوضوح في تصرفاتهم وردود فعلهم وعلى هذا فإنهم يرون أن التحرك الجديد هو بمثابة العقوبات أما الاتحاد الأوروبي فقد أغلق أسواقه المالية أمام روسيا ومنع أي عملية تصدير إلى هذا البلد تشمل تكنولوجيا حساسة في مجال الطاقة أو مواد مخصصة للاستخدام المدني ولكن يمكن استخدامها أيضا لأهدف عسكرية من جهته قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أهمية العقوبات الغربية الجديدة التي فرضت على بلاده مشيرا إلى أنها لا تعطي النتائج المرجوة منها مطلقا وستدفع في النهاية المطاف المسؤولين الروس إلى العمل بشكل أكبر بالإشارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها ضدنا أود أن أقول أن العقوبات كأدالي السياسة الخارجية قليلة الفعلية وأعتقد أن الحظر على واردتنا من المنتجات الغزائية ليس أمر سيئا بالمطلق فتأثيره قد يكون إيجابيا على قطاعنا الزراعي وشدد بوتين على أن أي تدابير عقابية ضد الغرب ينبغي أن لا تتخذ على حساب الاقتصاد الروسي وزادت الأزمة الأوكرانية من حدة التوتر بين روسيا والغرب الذي يتهم موسكو بعدم اتخاذ موقف واضح من النزاع في شاق أوكرانيا بل ودعم الانفصاليين هناك وهو الأمر الذي تم فيه روسيا بشدة ظهرت بيانة تشير الانتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يوليو الماضي وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي يورستات أن الناتج الصناعي نمى بنسبة فوق الطوقعات بلغت 1% في يوليو مقارنة بترجع قدره 0.13% في يوليو السابق عليه بينما نمى بنسبة 2.2% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي كما ظهرت المؤشرات تحسن سوق العمل بمنطقة اليورو التي تضم 18 دولة مع ارتفاع معدلة التوزيز بنسبة 0.2% خلال الربع ثاني من العام المقبل بنسبة 1% خلال الربع المقبل نهاية وقفتنا الاقتصادية وعودة لقراءة الأخبار السياسية شكرا لكم شكرا لك مكدا اتهم رئيس الوزراء الأوكرانية رئيس روسيف العظم البوتين بسعيه لتدمير أوكرانيا كدولة مستقلة في إطار محاولاته لإعادة الاتحاد السوفيتي السابق وقال ياتسينوك خلال مؤتمر صحفي في كييف إن الهدن المبرامة بين كييف والمتبردين الموالين لروسيا هي خطوة أولى من أجل وقف ما أسماه بالمجزرة التي تشهدها مناطق أوكرانيا على حد وصفه كما دعيت شنوق المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين إلى ضمان استقلالية وسيادة بلاده على رغم من سريان اتفاق وقف إطلاق نار بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد إلا أن مواجهات عسكرية بين الجانبين ما زالت تدور بشكل شبه يومي ولكنها أقل عددا وعنفا نائب رئيس وزراء جمهورية دونستيك الشعبية المعلنة من جانب واحد برر ذلك بأن الوضع الحالي في شرق أوكرانيا لا يمكن وصفه بالهدنة ولكنه مجرد وقف إطلاق نار مؤقت ولذلك لا تزال تشهد المنطقة سقوط ضحايا من الجانبين على حد سواء وإن كانت أقل بكثير من ذي قبل على الجانب الآخر استبعد رئيس الأوكراني بيترو بورشينكو حلا عسكريا للأزمة في البلاد معبرا عن أمله في صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش بما يسمح له التركيز في حل الصراع سياسيا عن طريق منح المنطقة الشرقية بعد صلاحيات الحكم الذاتي ومن ثم التفرغ لإعادة بناء اقتصاد البلاد المدمر وفي هذا الإطار قال بورشينكو خلال لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية مانويل خسي باروسو أن البرلمان سيصوت ثلاثاء القادم على اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتي كانت السبب الرئيسي لاندلاع الأزمة الأوكرانية بدوره دع باروسو موسكو إلى دعم السلام في المنطقة والتحرك وفقا للقانون والمبادئ الدولية متعهدا باستخدام كل إمكانيات الاتحاد والمفوضية الأوروبية لفرض السلام في أوكرانيا ودعمها للتغلب على التحديات القائمة تزمنا توعدت موسكو بإجراءات انتقامية سريعة على العقوبات الاقتصادية الأمريكية ووصفتها بأنها خطوة عدائية جديدة تتماشى مع السياسة المواجهة التي تنتهجها واشنطن على حد وصف الخارجية الروسية استخدام سياسة العقوبات يبدو غريبا بعض الشيء حتى إذا وضعنا في الاعتبار الخلفية الفريدة للأزمة برمتها أنا لم أفهم العلاقة بين تلك العقوبات الجديدة وما يجري على الساحة حاليا ربما يوجد طرف ما لا يروق له السيناريو السلمي الذي بدأ ينفذه في المنطقة وعلى رغم من الحوار الذي انطلق بين كييف وموسكو أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا فرض عقوبات جديدة على أكبر بنك روسي وعدد من كبرى شركات الطاقة وتكنولوجيا هناك لمعاقبة موسكو على دعمها لانفصاليين في أوكرانيا مؤكدة أن تلك العقوبات لها تأثير كبير على الاقتصاد الروسي لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 24 أخرون وذلك في انفجار استادف سيارة تابعة لقوات شبه عسكرية في مدينة كويت الباقي السنية وأوضحت الشرطة أن الانفجار واقع بواسطة قنبلات تزن ما بين 30 و40 كيلو جراما وكانت مثبتة بسيارة تقف على جانب الطريق وتم تفجيرها بواسطة جهاز تحكم عن بعد فيما سارعت فرق الإنقاذ بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاق الناسي يبحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع القادم انتشار وباء إيبولا مع أكبر المسؤولين الصحيين الأمريكيين بهدف رسم ملامح استراتيجية واشنطن لمواجهة المرض من جانبها قالت مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت شان إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي مرض الإيبولا في غرب إفريقيا تجاوز 2400 لكنها توقعت أن يكون عدد الوفيات أكبر من هذا الرقم بكثير مثل انتشار ناري في الهشيم يتفشى فيروس إيبولا الفتاك في منطقة غرب إفريقيا وأوقع مئات الضحايا في غضون أسابيع قليلة مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت شان أكدت أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي مرض الإيبولا في غرب إفريقيا تجاوز 2400 شخصا لكنها توقعت أن يكون عدد الوفيات أكبر من هذا الرقم بكثير في الثاني عشر من ستمبر الجاري استجلنا نحو 4800 حالة إصابة وأكثر من 2400 وفاة وفي الدول الثلاث الأكثر تضررا يتزايد هذا الرقم بسرعة تفوق قدرات استجابة المجتمع الدولي له وأوضحت شان أن عدد الإصابات بالفيروس القاتل يتزايد بسرعة تفوق قدرة السلطات المحلية على احتواء المرضى وأدعت لمساندة دولية لإفادة طواقم رعاية صحية ومستلزمات طبية ومساعدات لغينيا وليبيريا وسيراليون وهي أكثر الدول تأثرا بالمرضى ولا تزال دول غرب إفريقيا تصارع وباء بولا الذي تحاول إبطاء سرعة تفشيه مع تنامي الشعور بالعجز في لايبيريا حيال مكافحة المرضى في حين أعلنت سيراليون أنها تتوقع تشخيص عشرات الإصابات الجديدة وقالت إنها ستفرط حقا وقتل في أنحاء البلاد بعد تسعة أيام للكشف عن المرضى الذين لم يتوجهوا إلى المستشفيات بعد تم التعرف على فيروس إبولا لأول مرة عام 1976 وينتقل فقط بالاتصال المباشر مع إفرازات أي شخص مصاب أو أغراض ملوثة مثل الحقن ويؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة وتقيئ وإسهال وأحيانا إلى نزيف داخلية ويؤدي في نصف الحالات إلى وفاة المصابة وتقدر الأمم المتحدة الحاجة إلى 600 مليون دولار على الفور لمواجهة الوباء الذي تأخر المجتمع الدولي في التعاطي معه بجدية حيث لا يوجد أي لقاح للمرضى لأن منظمة الصحة العالمية قررت البدء ثورا باستخدام علاجات لا تزال قيد الاختبار على أمل التوصل إلى اللقاح بحلول نوفمبر وخصوصا للعاملين في المجال الصحية متواصلون معكم مشاهدين في هذه الفانورامة الإخبارية وفيها بعد أنباء رياضة فريق موسيقي فلسطيني يصور أغنية تحت القصف الإسرائيلي لغزة تدعو إلى السلامة